عودة للمتابعة في حوار اليوم مباشرة من دمشق مع ضيفنا الدكتور مهدي دخلال السفير السوري السابق في السعودية ووزير الأعلام السابق نكرر الترحيب بكم تحدثنا في الشق الأول عن التطورات الإقليمية وانعكاساتها على سوريا ثمت محطات مرتقبة في الأسابيع الأيام والأشهر المقبلة منها لقاء أوباما مع القادة الخليجيين في كام ديفيد منها إنجاز الأتفاق النووي الإيراني في نهاية حزيران المقبل والبعض يتصور أن هذه المواعيد ستؤدي إلى حل إما شامل إما مرحلي في المنطقة هل أنتم متفائلون بإمكانية الحل أو دونه صعوبات حتى الساعة؟ متشائلون لا أريد أن أقول لك تعبير عمر موسى في لبنان أتصور أنه في اللقاء الجديد مع قادة الخليج سوف يكون نعود إلى سوف يكون ضغط خليجي على أوباما لتصليب موقف واشنطن ضد سوريا هذا تصوري يعني لن يحاول أوباما إقناعاً وإنما هم سوف يحاولون إقناع أوباما بأن يصلب من موقفه في سوريا هل أنت تقول لي هل الموقف الأمريكي تراخى خصوصاً على تصريحات كيري؟ صحيح أول شيء يبدو يتفاوض لكن من يومين يقول مع لقاءه لخوجة رئيس الإتلاف أنه لمكان الأسد في المرحلة طبعاً لا يقرر لمكان الأسد يقرر الشعب السوري مكان من بدو يرأسه هذا أي قاعدة ومشكلة السوريين أنه متمسكين به القاعدة نعم يعني لو نحن تركين أمر قرارنا لواشنطن كنا خلصنا من القصة من زمان لكن بدي أحكي لك أنه الموقف الأمريكي أنا بهمني لا يهمني التصريحات تهمني الوثائق لأن الوثائق تكتب بتروي أما التصريحات يوم يقول لك لا حلة بدون الأسد يوم لا حلة مع الأسد يوم على هوا مين واقف جنبو الوثائق شو بتقول؟ الوثائق شو بتقول؟ أنا يعني طبعاً عرض الوثائق كلها في الآوين الأخيرة كبير لكن ولو هيك بس رموز أول شي خلينا نشوف خطاب بالجمعية العمومية لأوباما قبل ستة أشهر في إيلول في الجمعية العمومية بيانه الشهير يقول فيه بالحرف الواحد تقدر أجهزة الاستخبارات لدينا يعني CIA أن أكثر من 15 ألف من المقاتلين الأجانب أتوا من ثمانين دولة إلى سوريا في الفترة الأخيرة لاحظ سوريا من تحارب؟ سوريا لا تحارب سوريين وإنما تحارب أجانب أو الغالبية أو حتى القادة على الأقل قادة الإرهابيين والغالبية منهم أجانب باعتراف أوباما 15 ألف في الفترة الأخيرة طبعاً جاءوا عبر تركيا ليس من المريخ نزله وإنما عبر تركيا وهذا ضد الـ 2170 الذي هو بالفصل السابع يعني لو هناك قانون دولي تعاقب تركيا بالفصل السابع لأنها تمرر الأجانب وفق المادة 789 من قرار 2170 الذي يحرم دخول الأجانب الإرهابيين الأجانب إلى سوريا نعم إذن هذا أوباما يعترف بهذا في الوست بوينت أنا بدي أرجيك بس كيف تحولات الموقف الأمريكي بالوثائق نعم وليس بالتصريحات في الوست بوينت تعلم أن الرئيس الأمريكي لديه خطابان هامان الأول في كانون الثاني في أواخر كانون الثاني والثاني في أيار تقريباً في أواخر أيار يعني في نصف السنة في الوست بوينت عندما يخرج دفعا من الدباط العام الماضي بـ 2014 بـ 28 أيار في الوست بوينت تحدث عن سوريا فقال أنه يعني يجب أن نساعد الشعب السوري على الوقوف ضد ديكتاتور ويقصد الرئيس الأسد يقذف أبناء شعبه بالقنابل ويجوعهم إلى آخره لاحظ هذا الموقف المتطرف هذا من سنة هذا من سنة تقريباً بالوست بوينت طبعاً بسبب التحولات الإيجابية في الميدان السوري ما نزل عليه الوحي كان مو منيح وصار منيح أوباما بالـ State of Union يلي بقانون الثاني قبل شهرين تقريباً أو قبل أحرى قبل ثلاثة أشهر بقول بالحرف الواحد بالنسبة للسوريا سوف نحارب الإرهاب هناك وأنا معي النص الإنجليزي يعني ما أترجم بسرعة بالنسبة للإرهاب في سوريا نحن سوف ندعم المعارضة المعتدلة لكي تساعدنا في الحرب ضد عدونا المشترك الذي هو التطرف والإرهاب ولا يذكر أي كلمة على النظام السوري لا يقول أنهم سوف يحاربون أيضاً النظام السوري هذا تطور ملحوظ في اللغة الأمريكية لكن التطور السلبي التطور السلبي أنه حتى في الـ State of Union وحتى في وثيقته التي ظهرت في شهر عشرة العام الماضي يعني قبل أربعة خمسة أشهر حول استراتيجية الأمريكية وأنتحدث عن وثائق استراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب من أربع نقاط يركز دائماً على داعش وليس على النصرة لا يذكر النصرة أبداً وإنما يركز على داعش رغم أنها فرع تنظيم القاعدة الرسمية رغم أنها فرع تنظيم القاعدة وهي أيضاً في وزالة خارجية على لوائح الإرهاب والخارجية الأمريكية على الرغم من أن أنا لدي هنا القرار 2170 والقرار أيضاً 2178 و299 يقول بالحرف إذ يكرر تأكيد إدانته مجلس الأمن بالفصل السابع هذا القرار لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يعني داعش وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات لما ترتكبوا من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة إذن قرار الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن يشمل جبهة النصرة يشمل جبهة النصرة إبن لادن وأصبحت المفاوضات جرت في مدينة خليجية وهذه معلومات مع إبن لادن شخصياً كان يأتي هذا المطلوب دولياً كان يأتي يتفاوض مع الأمريكيين؟ يتفاوض مع عملاء الأمريكيين من الاستخبارات حول موافقته على إرسال إرهابيين إلى سوريا في سنة 2010 نعم في أواخر 2010 قبل الأزمة طبعاً أيام التحضير للأزمة التحضير للأزمة أخذ أكثر من سنة لنصة تحضير المباشر هلأ تركنا أي عاصمة بعدين؟ تحت الهواء كنت صفير فيها أنت أولو لا مسكين تحت الهواء خليله تحت الهواء شوي على كل حال اللي بدي أقولك هي أنه الآن تجري مفاوضات على مستوى رفيع جداً وربما في الدوحة يعني لا أعلم لكن ربما في الدوحة مع جبهة النصرة لكي تصبح معتدلة يعني تعلن انفكاكها عن القاعدة ويدعمون جبهة النصرة لكي تأخذ أماكن معينة على الأرض جغرافياً لكي تكون قوية ولتعلن نفسها معارضة معتدلة لأنها هي الفصيل الأقوى والمدعوم وطبعاً تعلن انفكاكها أو بجوز فك الارتباط مع القاعدة أو الجولان يختال أو يعني بتعرف القصة السهلة أو انقلاب على الجولاني أو تمرد وبقيموا العلم وبحطوا علم ثاني وبقولوا نحن معتدلين وإلى آخره من أجل أن تدعم هذه جبهة النصرة بشكل علني ومباشر من جميع القوى تقبلوا تفاوضوهم ساعتها؟ على المعادية للسوريا تقبلوا التفاوض معهم ساعتها؟ نحن نتفاوض نحن نتفاوض مع السادة يعني هلأ لاحظت أنت بجينيف 2 نحن نتفاوضنا مع فورد عملياً يعني حتى كان يعني يعني يعرفوا اللي كانوا هناك ما يعرف إذا كنت إعلامي هناك أو لم تكن لكن حتى الإعلاميين المعارضين يسألهم بيقول كان التفاوض الحقيقي مع فورد ليش؟ لأنه فورد كان يملي على الوفد الائتلاف الذي كان موجوداً كل ما يقول وبالنهاية يعني المشكلة سوريا قلتلك مع المعارضة بين قوسين مع المسلحين مع المعارضة المسلحة فالتقل رغم أنه لا يوجد في العالم شيء اسمه معارضة مسلحة ولا قانون بيسمح بالمعارضة المسلحة ولا قانون دولة بيسمح بالمعارضة لكن خلينا نقول مصطلح يستخدم مع المسلحين مشكلتنا إذا مع الدول الكبرى مشكلتنا داعمة المسلحين لأن هؤلاء المسلحون يعني لأن هؤلاء المسلحين لا يستطيعون أن يعيشوا يوما واحدا دون دعم وانت لاحظت أنه هو يعترف في الفترة الأخيرة بقدوم 15 ألف إرهابي من 80 دولة إلى سوريا في الفترة الأخيرة إذا من أربع سنوات قديش البريطانيين يتحدثون عن 100 ألف الإنجليز يتحدثون يعني الإنجليز تعرف مو كتير أصدقاء سوريا فيتحدثون عن 100 ألف إرهابي ما هي هذه الدولة التي يكرهها شعبها وهي بحاجة إلى 100 ألف إرهابي من برا تحدثنا عن المفاوضات تحدثنا عن الشمال ميدانيا تحدثنا عن كثير من النقاط ولكن ماذا عن دمشق؟ هل هي في خطر اليوم؟ البعض يشاهد على اليوتيوب فيديو زهران علوش وما سماه العرض العسكري لـ 1700 مقاتل له في الغوطة معقولة؟ ما عم يستنى؟ إذا عنده هكذا ما عم يستنى؟ إذا بدأ له بالسؤال أين يعمل عرض عسكري وـ 1700 وحد؟ لا أعني أصبح إعلامي وأنت أنا خليني أخد دورك شوي شو عم يستنى؟ شو عم يستنى؟ يجاوبني شو عم يستنى؟ إذا يقدر ياخد دمشق شو عم يستنى؟ عم يستنى أخلاق حميدة؟ شو عم يستنى؟ هلأ إم كباجة معه دعم من تركيا؟ تتنازل يعني؟ يعني هو كي محسوب سعودياً كمان زيارة لتركيا بل كي معه دعم أكبر هالمرة هاي الأفلام هلأ أنا بعمل لك أنت شفت يعني بـ 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 رأسوا على جسده وصوروا وهن اتنين قاعدين ساعة شفت يعني هاي يعني هلأ هاي أفلام من هون بـ بشي ستطلعوا لك أفلام بكرة أنه هو صار بنص دمشق بالمرجي كمان عم يتغدى بالمرجي نعم يعني ما هذا قلتلك في إطار حرب نفسية التصعيد الأخير رافقوا حرب نفسية أكتر مما حصل على الأرض رغم أنه ما حصل على الأرض صدمنا نحنا السوريين ومؤسف للأسف ومنشعر بالألم أحياناً في ناكسات ميدانية في مشاكل اقتصادية في مشاكل بسعر الصرف في كتير أمور ما بعض إذا بعد 24 قدرين تسمدوا بعد اسمح لي لأقول لك منقدر نصمد منقدر نصمد ليش لأ الشعب السوري صمد اقرأ تاريخ الشعب السوري ضد فرنسا ضد العثمانيين الشعب السوري بالخمسينات ما صمد ضد أمريكا وضد تركيا لما رفع شعار لن يمروا لما كانوا بدنا سوريا تدخل حلف بغداد يعني هاتشو مو جديد علينا بعدين بدي أقل لك سعر الصرف قديش تطور خمس أضعاف ست أضعاف طيب لبنان لما صارت فيها الأزمة كان الدولار بثلاث ليرات ابناني صار بثلاث ألاف ليرات العراق شوف الدينار كم مرة نزل ولهلأ الدولار بلبنان 1500 ليرات طب أوكي بسوريا خليه أخي 300 ليرات ما هيك بس لا تنسى انه انت بزمانه الليرات اللبنانية كانت ليرات وربع سوريا ما هيك هلأ الدولار 1500 ليرات بناني نحن عنا بـ 300 ليرات اكتصادنا منهك ولكن من مؤشرات سقوط يعني لا من أي ناحية أنت تنظر إلى الموضوع أنت تنظر مثل ما قلت لك تعجبين من سقمي صحتي هي العجبو نعم أنت عم تنظر على أنه إذا بدأت تقول أن الدولار ولا ما نزل غير ست أضعاف قارن تعرف التحليل هو التحليل المقارن دائم قارن بدول لم يحاربها 80 دولة كما حربت سوريا شو صار بعملتها الوطنية ما هيك رغم أنها تتلقى مساعدات أنا لا أتحدث عن دولة معينة رغم أنها أو أن تكون نفطية تبيع كميات كبيرة من النفط كالعراق كيف صار الدينار نزل 3000 ضعف فأنت تطلع على مراكز القوة لا تطلع على مراكز الضعف وهي المراكز طبعا أنا أتحدث ربما بدم بارد أعلم أن الشعب يتألم بالتأكيد لأن حرب حالة حرب الجيش ينهك الاقتصاد ينهك الشعب ينهك المدن تدمر لكن ما هو الحل؟ الحل الأسوأ نعم أن نقول خلص معا بدنا يعني ناقش الموضوع وكأنه يحصل معك أنت في بيتك هجم وأولادك جنبك وهجم عليك واحد وكسر الباب وكسر النافذة وأخذ لك الأكلات تبعونك تقول لا خلص أستسلم وأعطي أبنائي مثلا واضح يعني برمنا على كل الدول وكل الجبهات يعني المفارقة أنه كل جبهة في سوريا مرتبطة بدولة إقليمية أو عربية ما بعد عنا الجبهة الجنوبية والأردن هي الوحيدة التي تحدثنا عنها هل هناك أي تطوّلات جديدة؟ الأردن يشارك بأدوان مباشر كان مخجلان شوية كما تقول تحت الهواء هل أصار فوق الهواء نعم يعني بإغلاق الحدود أصلاً أزاكن لكم في لبنان كمان مو بس أزانة أزاكن لكم في لبنان صحيح بحركة العبو صحيح لأنه هي المنفذ الوحيد أيضاً للخليج بالنسبة للوضاع لبنان وعننا هن المعتدلين اسمح لي لألك عنا نحن هنا كمان يعني مركز في مخابرات إسرائيلية ومخابرات إردنية ومخابرات إسعودية من أجل تخريب الأردن طب هل ما أقول هذا الكلام؟ أنت تعلم أن مركز التنسيق والقيادة بين المخابرات الإسرائيلية والأردنية والأمريكية والسعودية والقطرية موجود بعمان نعم إلا إذا الدولة ما بتعرف أنا بإلا إذا بدنا بنعطيهم العنوان بس تحتيتها المعارضة معتدلة مونيك وليس إرهابيين آه لا هي مظبوط معتدلة بالصحف بيكتبوا مقالات بالصحف والمسلحين اللي بيجوا من الجنوب من وين بيجوا هدول؟ بالجولان التنسيق اللي اعترفت في إسرائيل تنسيق رفيع المستوى مع الأردن نعم طب يعني معقول هذا كيف هالقوات هاي اللي بتجي كلها عبر البادية وعبر حوران وتصل إلى الغوطة الشرقية كيف هي إذا الأردن طيب أوكي الأردن يعلن إنه لجنة سورية أردنية مشتركة تناقش هالموضوع نعم تشوف فيه ولا ما فيه معتدلين نحن مسامحينهم بالمعتدلين ونفتح لهم جريدة بعمان كمان يسبونا ويهاجمونا فيها لحتى يشبعوا وإذا بدهم نفتح لهم فرع بدمشق عن جد والله بس يعني سوريا تغيرت ما عادت مثل أول ما فيها حريات تعبير الآن المعارضة حسن عبد العظيم بيطلع بيسبنا من جنب الأمن بستوديو الميادين أو بيغيز بأي استوديو تاني وأكتر من مرة وهو بعيد استوديو الميادين بعيد عن الأمن خمسين متر فحريات التعبير بسوريا صحيح ليست هي بالأفضل يعني أنتم عندكم لبنان متعودين على حريات تعبير فوضوية ومطلقة لسهو منضبطة لكن في حريات تعبير تطور كبير إذا ما قرنت قبل أربع أو خمس سنوات نعم فإذا بالأردن معارضة معتدلة نحن سوف نمد يدنا إلى الأردن وهن يأخذوا كل المعارضة المعتدلة السورية وأنا بقول لهم أنه نحن في دمشق لن ندعم معارضة معتدلة ضد النظام الأردن بالمقابل ما بدنا أخذ بس نعم بعد في اتصالات بينكم وبين الأردن أنا ما بعرف سأل واحد مسؤول من الدولة أنا ما بعرف سأل مسؤول من الخارجي أنا متقاعد دبلوماسي متقاعد لا شوف لأقل لك نحن قلت لك من حيث المبدأ سوريا مستعدة لاتصالات مع مصر مع الأردن مع أي دولة على أساس الاعتراف بالسيادة الدولية يعني أنا بعرف أنه في دول عرضت الاتصال مع سوريا على أساس عقد صفقة نعم عرفت يعني باتصل معك تعطيني نصب بيتك هذا فطوة طبعا يمكن ما بقصد دولة غير قطر أو دولة غير السعودية أو دولة ما بعرف مين بس يعني في كتير دول حاولت في فترة ما وإنتوا اللبنانيين قدرها يمكن الوسطة كانوا من عندكم أنه إيه منتفق مع سوريا بس على أساس صفقة يعني وكأن وكأن يعني تصور مثلا أنه سوريا تكون تكون أرض وصاية لقطر يعني لأنهم معهم شوية دولارات أنا ما بعرف بأي نمط هذول بفكروا عن جد قلتلك سوريا لو تريد أن تكون تابعا ونحن السوريين دفعنا من فقرنا وألمنا أنه ما نكون تابعين وبتعرف أنت قبل الأزمة سوريا ما عليها دولار واحد دين في العالم ولا تأخذ مساعدات وهي محاصرة من وقت كام ديفيد من الثمانينات محاصرة اقتصاديا ومقاطع اقتصاديا لكن إذا بدنا نكون تابعين يا أخي ما نكون تابعين لواشنطن ونخلص منها القصة أحسن يعني تصور تكون تابعين نحن مثلا للرياض أو للدوحة أو حتى إذا بدك لطهران أو لموسكو إذا بدك متروح على واشنطن دغري كنتم دغري على الألية واشنطن بنعرف أنه تابعين لدب كبير يعني ما تابعين لصغار يعني نعم لكن مشكلة سوريا والجميع يعلم أنها مستقلة فعلا في منطقة عز فيها الاستقلال الحقيقي نعم عم نحكي سرنا عن الأعداء والخصوم معكم والمفرق عم يتلعوا غالبيتهم من القوى العربية والإقليمية وصر الآخر خصم إذا بدنا نقول بالترتيب الأعلامي وليس أكثر هو إسرائيل رغم هيك إسرائيل موجودة بالميدان السوري تنفذ غارات طبعا وفي حركة ما من واضحة بعد شو معلمة شفنا بالجولين استشهاد أربع أشخاص بغارة إسرائيلية كانوا عم بحاولوا يزرعوا عبوي ما يحدث تحديدا؟ هل هي نوع من مقاومة جديدة؟ هل ذاهبون نحن إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل؟ ما يحدث؟ أتمنى أن تكون نوع من أنواع المقاومة الجديدة وأنا أتصور أنه بعد انتهاء الأزمة يجب أن نفكر أن الشعب في الجولان هو يكون المقاومة على الطريقة اللبنانية نحن دعمنا اللبنانيين لكي يحرروا أرضهم يجب أن ندعم شعبنا بأن يحرر الجولان هذا مبدأ ومنطق أنتم متهمين بالسابق أن تدعموا المقاومات في الخارج ولكن تركين بلدكم مستقر المهم أن نحارب إسرائيل بالنهاية بس بجيش غيركم لماذا بجيش غيرنا؟ هن عم يحاربوا مشانون لأن حرروا لنا الجولان ما حرروا بلدكم نعم حرروا لنا شي شقفة من الجولان أخي مقاومتكم مع احترامي إلى العظيمة وياللي نحن دعمناها حررت لنا شي شقفة من الجولان حررت بلدنا لا لكن اليوم تشارك ميدانيا بعد أن تنقر هلأ وضع ثاني لكن هي حررت جنوب لبنان ما حررت لا أصفهان ولا طهران ولا موسكو ولا حررت لأنيترا صحيح؟ ولا حررت الجولان فإذا نريد أن نتحدث أنتم يجب أن تكون ممنونين لنا أننا نساعدكم تحرروا بلدكم نعم ستساعدوا حالكم نعم ستساعدوا حالكم بالضرورة لازم الآن مفتحت يعني مفتحت كل الاعتبارات انتهت أنا أقول لك بغض النظر كيف كان الوضع في الجولان نحن كنا نحارب إسرائيل أم لا سواء دعم المقاومة أو دعم الغزة يعني السيد حسن حتى قال أنه في 2009 السلاحة وهذا أنا أقول له السيد حسن أنا ما عندي معلومة نعم أنه السلاح الذي كان مع المقاومة في غزة كله سلاح إنتاج سوري والصواريخ إنتاج سوري والصواريخ النوعية إنتاج سوري هو قال يعني لا تأخذوا أنا ما أعرف فعلا ما بعرف ما لي خبرة بالشؤون العسكرية لكن السيد حسن قال كنا قلت على سيرة غزة ما هو الوضع مع حماس اليوم بظل غورة ليرموه؟ إرهابيين بكل أجنحتها؟ ما في أجنحة ما في أجنحة؟ ما في أجنحة؟ ما في أجنحة؟ هنية مبارح ما هي قيادتها في دوحة يعني قيادته في الدوحة ما بدك هي يكون؟ ما صفي غير ينتقل على إسرائيل مبارح هنية تحدث وقال أن على العالم أن ينقذ الفلسطينيين في المخيم من مين ينقذ الفلسطينيين في المخيم؟ لماذا؟ مين نستولى على المخيم؟ مو حماس؟ وبمساعدة حماس؟ سموها أكناف؟ سموها عمناف؟ سموها أكناف؟ رجعوا بدون يتراجعوا ما دخل؟ لكن من الذي يفعل؟ ثم أنا بدي أحكي بصراحة يعني السيد حسن نصر الله مع تقديرنا الكبير واحترامنا الكبير نحن المقاومة اللبنانية تختلف مع حماس في سوريا وتتفق في غزة ضد الإسرائيليين لماذا؟ الذي يضرب الجيش السوري لم يضرب عملياً فلسطين؟ لماذا؟ ما مشكلتنا غير فلسطين؟ نحن السوريين كنا وقعنا مثل غيرنا وعطونا مصاري وعملنا مولات وعملنا مسارح وسينمات وعيشنا هاتنين بالمئة من الشعب السوري وثمانين بالمئة يندفس يضل مية من الجوع سواء بمصر أو بالأردن اللي وقعوا اتفاقات لحظة لي لأيلك شغلة من يطلق النار على الجيش السوري يطلق على فلسطين تصور لو أن سوريا راحت معكام ديفيد ووادي عربي شو بيصفى من فلسطين؟ انت انت جاوبني على الجواب أنا بدي اسألك جاوبني شو بيصفى من فلسطين؟ شو بيصفى للفلسطين؟ للفلسطيني شو بيصفى؟ شو بيصفى؟ صحيح لا يوجد شعور اليوم أنه تجاه الأشخاص اللي كانوا إلى جانبكم واللي يعتبروا من أصدقائكم وحلفائكم كأنه بخلفية الكلام في نوع من عطب اليوم حلمين يعني؟ على مين؟ يعني لما استشهدت بكلامة سيد حسن نصر الله على حماس لا 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 يا أخي ما أرى؟ قبل أن نحن عم نحكا عنه لا أنت صديقي وحبيبي ما بصير لك غرافتك حلوة ولا مو حلوة؟ شو دخلتك؟ لا بس بموضوع الأد أساسي لا لا مو أساسي لا يعني شوف أنا بفهم المقاومة المقاومة عندها حتى بالنهاية طهران علاقاتك كويسة مع حماس يعني مع الأخوان المسمين كمان طهران علاقاتك كويسة يا أخي نحن معلنا كوبي واحد على الثاني عرفت خلينا نفهم الأمور هيك نحن متفقين على لا نحن تحاولوا تميزوا حالكم على المحور لا نحن خط استراتيجي لا المحور هيك استراتيجيا متفقين أو متفقين يا حبيبي المحور بالخط الاستراتيجي الأساسي بالعكس نحن شيء واحد نعم أما نحن بسوريا ما عنا مثلا مثل طهران نظام نظام شو اسمه؟ جمهورية إسلامية أو حكم الفقير أو إلى آخره ولا هن عندهم نظام حزب البعث أو الأحزاب المتحالفة معه أو الاعتلاف الحكومي يعني هذا ما له علاقة بهذا نحن متفقين على قضايا استراتيجية هامية ضد إسرائيل ضد الصهيونية ضد محاولة السيطرة على هذه المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية مع الاستقلال مع حرية الشعوب أما كل شعب ينقي أصلا نحن كيف بدنا كيف بدنا ننتهك مبادئ نحن منأكد عليها وأن كل شعب له حرية اختيار نظامه السياسي إسلامي أو مسلامي تركوا هذا للشعب بإيران الشعب يريد حكم إسلامي فليكن في سوريا يريد شيء آخر فليكن لكن المهم اللقاء الاستراتيجي وأنا عندما أتحدث لا أعتقد أن المقاومة اللبنانية أو طهران لها علاقات مع حماس أكيد هي وضعها وضعها وموقعها ودورها غير وضع وموقع ودور سوريا نعم ديلك بسمع ليش رواد شغلة صغيرة منهج التفكير أنا كنت صحفي في البعث الإعلامي اللي راحت مع الرئيس الأسد في 2003 باعتقد أو 2004 في بدايتها إلى لندن نعم وبعد المشاورات طلع بلير والأسد على مؤتمر صحفي فبلير بدأ من أجل كان هناك ضغوط على سوريا لكي لا تقف ضد الحرب على العراق اللي كانت يحضر لها في ذلك الوقت فبلير قال بالحرف الواحد قال لقد تناقشنا مع الرئيس الأسد ولم يقنع مني بضرورة أن تغير سوريا مواقفها طبعا باتجاه العراق نعم الرئيس الأسد ما قال؟ ما في المنهج كيف يختلف؟ قال لقد اختلفنا بالرأي بسبب أن لكل بلد موقعه ما قال هو خطأ قال كل بلد له موقعه وأنا ما ممكن أن أكون محل موقع المقاومة اللبنانية ولا طهران ولا موسكو بغض النظر على الموقع ثقة موجودة أو لا اليوم؟ مليون بالمليون بالعكس أنطق إلى ملف الأخير الثقة مطلقة أنطق إلى ملف الأخير في حلقاتنا هذا هو لبنان من أسبوع تحديدا كان لبنان على موعد مع ذكرى العشرة لانسحاب الجيش السوري كيف اليوم تنظروا على لبنان بعد عشر سنين للانسحاب؟ هل هو لا يزل الشقيق بعد عينكم على لبنان؟ هو خاصر الأخوة؟ هو الشقيق الإجبارية مرد مزبورين فيه؟ لا تعرف الرئيس الراحل حافظ الأسد بقول هذا لم نختاره نحن وإنما اختاره الله فالرئيس أنت ما عندك شقيق شقيق إجباري صحيح أنت اخترت شيء لا أو اختارك أو أنت اختارك اليوم كيف تنظروا للبنان؟ خاصر الرخوة؟ الداعم؟ أو كل مص بالبنان؟ لا أسمع لك أنا لا أتحدث باسم الحكومة السورية الله يخليك بالصفة الحصية وليس الرسمية بالصفة محلل يعني مستقل وبالتأكيد موالي لخط معين اللي هو الخطة التي تسير عليه الدولة السورية يعني بجوزكم في انتقادات هنا أو هناك لكن بدي أقول لك لبنان من حيث المطلق حتى الآن لا خوف عليه بالنسبة لنا نحن في سوريا وبتعرف أنه في وقت من الأوقات تخلى الجميع عن لبنان تخلى الجميع وكاد التقسيم على الطريقة الكورية بين دولة الشوف السوفيتية ودولة يلي كان بدهم يعملوا مطار دولي بحامات الأمريكية والجنوب كان مع إسرائيل إلى ثلاث دول وكل الدول تقريبا مع احترامي لكل الدول بما فيها مصر وغيرها وغيرها سحبوا قواتهم من لبنان على أساس أن هذا واقع وأن اللبنانيين لا يمكن أن يتفقوا وعليهم أن يقتصموا هذا البلد وينتهوا وننتهي منها القصة إلا رجل واحد اسمه حافظ الأسد قال بالحرف الواحد أن وحدة لبنان واستقرار لبنان واستقلال لبنان يجب أن يكون موجودا وفعلا توصلنا لهالهدف الذي ضحها من أجله الشعب اللبناني وهناك 12 ألف أم سورية ثكلة فقدت أبنائها في لبنان من أجل وحدة لبنان بغض النظر عن التفاصيل والأخطاء والمحابة والفساد أنت لقى من الموقع أبل أنا أريد إليك شغلي لديكم عتب على بعض أصدقائكم لبنانيين لأن اليوم منهم بالموقف أقلوا إلى جنبكم أو خجرين موقفكم أنا بهمني لا أريد تفاصيل أنا بهمني الأساس الأساس أن لبنان دخل في عام 2005 بأزمة مستعصية وهو لا يزال الآن حتى بالأزمة ومن أنقذه للبنان؟ جاوبني رواد ما أنقذه للبنان أنه في مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة الجيش اللبناني التي فرطت عام 1975 أنت تتذكر أنه عام 1975 و76 بالحرب الأهلية فرطت مؤسسة الجيش اللبناني وتحول الجيش اللبناني إلى طواقف ما هيك بينما في هذه الأزمة مؤسسة الجيش اللبناني هي التي بقيت صامدة لأنه من التسعين من بعد مؤتمر الطائف صار هناك تركيز ممكننا نحن وصاية واحتلال وما بعرف شو أوكي خلينا وصاية واحتلال يا سيدي كان الاحتلال السوري ما عليش بدي أقولها باللهجة اللبنانية الحلوة كان هناك تركيز على أمرين دعم المقاومة ودعم مؤسسة الجيش الذي كان قائد أميل الحود له التحية هذا اللبناني الوطني الكبير وفعلا تأسس الجيش اللبناني بعد عام 1990 على العقيدة الوطنية وليس العقيدة الطائفية لذلك هو حمى لبنان نعم والمقاومة حمت لبنان وهذا نحن إلنا شرف كبير وفخر كبير أن في لبنان يوجد مقاومة ويوجد جيش نعم طبعا والشعب أكيد نحن لا نتحدث السؤال الأخير دكتور ما بعرف إذا رحكون عندك تعليق أو لا رح اسرد وقع فيه رغم أنه نحن الآن أكيد متألمين يعني أنه لا يوجد تنسيق بين الحكومتين على مستوى المخاطر قلت لك ليس كدولتين شقيقتين نفرضهم دولتين شو ما كان لكن عم يواجهوا المخاطر نفسه أنه ما يكون تنسيق على مستوى رفيع وفوق الطاولة يعني نحن عرف اللبنانيين يا أخي أقول لهم للسعوديين أنه نحن في عنا إرهاب نحن والسوريين فرضوا السوريين يا أخي شو ما كان الشيطان الرجيم بدنا نسق معهم ضد الإرهاب نعم سؤال الأخير دكتور لأنه الوقت انتهى رح أسرد وقائع واترك تعليق لحضرتك اللواء رستوم غزالة أكيد اسم باللبنان بيعرفون منيح من خلال فترة الوصاية السورية بعد وفاته رئيس طيار المستقبل سعد الحريري كشف من الولايات المتحدة الأمريكية أنه قبل بأيام تلقى اتصال من اللواء رستوم غزالة بده يطلع على قناة المستقبل يكشف أي شيء عندكم معلومات حول الموضوع أو عندكم تعليق أو شو؟ يعني حكي كثير رخيص يعني مثل حكي العجائز في القرى حكي كثير رخيص أنا بهمني أن السيد سعد الحريري أعلن بشكل مباشر قبل سنوات وكتبته كل الصحف وقال آسف كانت اتهاماتنا لسوريا اتهامات سياسية وكانت شهود شهود زور نعم خلص قال هيك هاي وقوة قال مو أنا انتهى الموضوع أما والله يعني الليلة هلأ لحتى قال بعد ما مات الزلمة يكون يقول قبل يومين ثلاثة نعم يعني هاي قصص بالله أرجوك يعني ضابط سوريا يعني يوميا يستشهد كثير من الجنود السوريين في الحرب وكذا وضابط سوريا يعني مات خلص شو القصة يعني؟ جل من لا يموت نعملها بقى شغلة كبيرة يعني المهم أن الدولة السورية حية نعم ما هيك؟ وانت لاحظت صحيح يعني موجود بالشين بلاحظ هذا حتى يا أخي بدي أحكي أنه حتى الرجل المؤسس الدولة السورية المعاصرة حافظ الأسد العظيم مات والدولة السورية ظلت حية نعم ما هيك؟ يعني فعلا ما فيه شخصنات رغم أنه بدوا نحاولوا يقولوا أنه شخصنات شخصنات لكن المهم أن تكون الدولة السورية حية نعم مين ما مات يموت؟ هذا يده عند ربه يصطفل يعني هو وربه بالنهاية صحيح؟ صحيح بالنهاية الحلقة شكرا لك دكتور مهد الخلالة السفير السوري السابق في السعودية ووزير الإعلام السابق مشاهدين شكرا لحسن المتابعة قبل الختام أود أن أشكر إدارة الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية وكل فريق العمل على المساهمة في إنجاز هذه الحلقة وأخص بالشكر المخرج أحمد اللحام بمعاونة ماجد السهو وإفلين نجحالي شكرا لجميع أعود وألقاكم من بيروت اشتركوا في القناة